مؤسسة راشد الخليفة للفنون وهي من مقتنيات الفنان راشد الخليفة إضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى للفنانين البحرينين وذلك بهدف التعاون الثقافي أو يهدف هذا التعاون الثقافي إلى تعريف الجمهور الفني في باكوب الفنون التشكيلية في مملكة البحرين لاستكشاف عمق وتنوع الفن البحريني المعاصر موقع تلال مدافن دلمون المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو في عام 2019 يعد ثالث موقع مملكة البحرين المسجلة على القائمة وهو شاهد على ما تمتلكه المملكة من تراث ثقافي استثنائي تفاصيل هذا الموقع في سياق التقرير التالي تعد تلال مدافن دلمون موقعا أثاريا مهما منذ آلاف السنين ويعود تاريخها إلى حضارة دلمون القديمة التي ازدهرت في المنطقة قبل الميلاد كما وتعكس المدافن حضارة دلمون سافقا التي أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2019 وتتكون تلال من 21 جزءا تمتد لأكثر من 20 كيلو مترا موزعة على حقل تلال مدينة حمد وتلال مدافن الجنبية وحقل تلال مدافن عالي الشرقي والغربي والتي تضم في مجموعها أكثر من 11 ألف تلة وتكشف تلال التي تم تنقيبها أن القبور ليست كلها من العصر نفسه أو بنيت بنفس الأساليب تلال مدافن دلمون أصبحت اليوم شاهدا على ما تمتلكه مملكة البحرين من تراث ثقافي استثنائي استطاعت أن تنتقل إلى العالمية ليصبح تراثا إنسانيا عالميا يقدم نموذجا ناجحا وأصيلا في العمل على استثمار المقدرات الثقافية لصناعة سياحة ثقافية والحفاظ على الهوية الثقافية الأصيلة للوطن وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بحث وكيل وزارة الثقافة الإماراتية ووفد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات سبل التعاون المشترك في تطوير المكتبات وتعزيز دورها في دعم المعرفة والمجتمع الثقافي في دولة الإمارات وناقش اللقاء عددا من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير المكتبات العامة والمتخصصة في الدولة مع التركيز على تحسين البنية التحتية للمكتبات وتطوير خدماتها الرقمية وتم استعراض الدور المتنامي للمكتبات في تعزيز الهوية الثقافية الإماراتية خاصة في ظل الثورة الرقمية التي تتطلب تطوير المكتبات لتصبح مراكز تقنية حديثة تدعم الابتكار والبحث العلمي التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة السيسكو بمقر المنظمة بالرباط المدير التنفيذي لصندوق التراث العالمي الأفريقي وبحثا خلاله أفاق التعاون الثنائي في مجال حفظ وتثمين التراث والمواقع الأثرية بالقارة الأفريقية كما ناقش الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الإسيسكو والصندوق الأفريقي تتضمن آليات تجسيد التعاون بين الجانبين وتنفيذ برامج مستقبلية في مجالات حفظ وتثمين التراث حيث تسعى المنظمة إلى بلوغ ألف موقع تراثي وعنصر ثقافي مسجلا ضمن قوائمها في عام 2025 تمكن علماء أثار من العثور على قطع أثرية ذهبية فريدة تعود إلى القرن الأول الميلادي في موقع إنشاء حديقة كهرضوئية في بلغاريا وبحسب وكالة التلغراف البلغارية فإن فريقا من العلماء اكتشف مدفى المحارب ربما كان من السكان المحليين الأثرياء الذين خدموا في القوات الرومانية وتم حرق جثته مع حصانه بعد وفته وتستمر الحفريات تحت حراسة أمنية مشددة ويتوقع أن تعرض القطع الأثرية بعد ترميمها في المتحف التاريخي وكذلك في المعرض السنوي الذي يقام في المتحف الأثري الوطني في صوفيا ترجمة نانسي قنقر